جميعنا يعلم أنه أي شخص يبحث عن طريقه للدراسة في الخارج، أول وجهة يبحث فيها هي أوروبا، ولكن غالبا ما تعترضه مشكلة تمويل الدراسة في هذه الدول المتقدمة. ولكن ماذا لو أخبرتك أنه يوجد خمسة دول أوروبية قوية تعليميا يمكنك قصدها للحصول على جودة تعليم عالمية وبالمجان؟ إذن لا تفوت أي لحظة من هذا الفيديو لأنه قد يغير حياتك. مرحبا بكم في قناة موندو واليوم سوف نتحدث سويًا عن خمسة دول أوروبية تضيح التعليم ضمن مؤسساتها التعليمية مجانًا. نبدأ إذن بالدولية الأولى وهي ألمانيا. أفضل وجهة للدراسة من قبل الطلاب الدوليين من حول العالم سواء كنت ترغب بدراسة الطب أو الهندسة أو الإدارة، في ألمانيا يمكنك دراسة أي شيء ترغب به، لأنك في دولة تتيح أكثر من 80 ألف برنامج دراسي متاح، ويضاف إليها 1800 برنامج دولي متاح باللغة الإنجليزية. أما من ناحية اختيار الجامعة، فلا تقلق، يوجد في البلاد أكثر من 400 مؤسسة تعليم معترفة، متوضعة في 180 مكان مختلف حول ألمانيا، بحيث نجد أن أفضل 10 جامعات في ألمانيا تدخل ضمن قائمة أفضل 150 جامعة في العالم حسب التصنيف العالمي الحالي، حيث أن عدد هائل من الطلاب الدوليين سنويًا يقصدون ألمانيا بهدف الدراسي ضمن مؤسساتها التعليمية. الأحصائيات لعام 2018 تذكر أنه أكثر من 13% من الطلاب في ألمانيا قادموا من الخارج، حيث نجد أن 90% من الطلاب ملتحقين بجامعات الحكومية، طبعاً السبب واضح وراء ذلك وهو جودة التعليم ومجانيته. التعليم في ألمانيا مدعوم من قبل الحكومة ومتاح بشكل مجاني سواء للطلاب الأوروبيين أو الدوليين، وهنا نقصد أي طالب من خارج أوروبا، حيث يمكنك دراسة أي مرحلة دراسية سواء من باكلوريوس أو ماستر أو دكتوراه أو حتى شهادات الأخرى من دبلومات وغيرها مجانًا. ولجميع ما سبق يضاف وجود ميزات أخرى مثل أن تكلفة المعيشة تعتبر متوسطة، الطالب يحصل على جودة تعليم عالي جدًا تضمن له مستقبل ناجح. وأخيرًا تعتبر ألمانيا من أفضل الدول التي يحصل فيها الطالب على الدعم الكامل خلال فترة دراسته. ولا تنسوا أن ألمانيا تعتبر من أقوى الدول العالمية التي تقدم منح دراسي مكررّة سنويًا للطلاب الدوليين، بحيث تملك فرصة لتمويل معيشتك خلال فترة الدراسة عبر حصولك على أحد هذه المنح. 2- دولة التشيك متوضّعة في قلب أوروبا تعتبر التشيك هي عاشر دولي على مستوى العالم من ناحية الأمان، وتقع فيها أقدم جامعة في أوروبا الوسطى وهي جامعة تشارلز الحكومي، والتي تم تأسيسها في عام 1348 كأول مؤسسة تعليمية في البلاد وهي الأفضل من ناحية التصنيف. 3- اللغة الرسمية في البلاد هي اللغة تشيكية وعدد سكانها يقدر 10 مليون شخص، وتمتلك الدولي تعداد كبير من الجامعات، حيث نجد حوالي 28 مؤسسة تعليم حكومية وحوالي 44 مؤسسة تعليم خاصة ليتحق بها أكثر من 44 ألف طالب وطالبة أجانب. 4- نظام التعليم في تشيك مدعوم بشكل كامل من قبل الحكومة، ويعتمد النظام الفصلي أي فصلين دراسيين في السنة، حيث تقدم الجامعات الحكومية في البلاد الفرصة لجميع من طلاب أوروبا. 5- أوروبيين ودوليين بالالتحاق بأي برنامج دراسي يدرس باللغة تشيكية بشكل مجاني، وذلك لجميع المراحل من باكلوريوس وماستر ودكتوراه، مع العلم أن الدراسة باللغة الإنكليزية ليست مجانية وتختلف الرسوم حسب البرنامج الدراسي والجامعة. أيضاً ما يميز نظام التعليم في الجامعات أن مرحلة الباكلوريوس لمعظم البرامج هي ثلاثة سنوات فقط، ويوجد برامج مميزة تدعى ببرامج Non Structured Master Study، حيث تتراوح مدتها بين 4 إلى 6 سنوات وهي عبارة عن مرحلتي الباكلوريوس والماستر معاً. أي عندما ينهي الطالب إحدى هذه البرامج، يحصل على شهادتي الباكلوريوس والماستر في نفس الوقت، فإن كنت مهتم بالحصول على جودة تعليم عالية وعالمية وبشكل مجاني، فابدأ بعملية البحث عن البرنامج المختار، مع العلم أنه من أشهر الاختصاصات التي ينصح بدراستها في تشيك هي البرامج الهندسية بمختلف أنواعها، العلوم بمختلف أنواعها، وبرامج الطب. وإن كنت غير قادر على تحمل تكاليف المعيشة في البلاد، لا تنسى الاطلاع على المنحة الدراسية الكثيرة المقدمة سنوياً سواء من الحكومة أو من الجامعات التشيكية. 3- الدراسة في فرنسا تحتل فرنسا المرتبة الأولى كأفضل وجهة سياحية في العالم خلال 25 سنة الماضية. تقدم لك هذه الدولة جودة تعليم مرتفعة جداً حيث يعتبر نظام التعليم الفرنسي واحداً من الأفضل ليس في أوروبا فقط وأنما على مستوى العالم أيضاً. وتحتل فرنسا المركز الثاني على مستوى العالم بعدد الجوائز العلمية والمركز الرابع بعدد جوائز نوبل. التعليم في فرنسا أيضاً مدعوم من قبل الحكومة الفرنسية بشكل كامل، وبالتالي التعليم مجاني سواء للطلاب الفرنسيين أو الأجانب. وتمتلك فرنسا أكثر من 500 مؤسسة تعليمية حكومية وذلك من جامعات ومدارس وغيرها، وتقدم معظم برامجها بشكل مجاني لجميع المراحل من باكلوريوس وماستر ودكتوراه وبوجود تعليم متساوي لجميع المراحل. حيث نجد أنه يلتحق بنظام التعليم الفرنسي حوالي 2.5 مليون طالب وطالبة، و 12% من هذا العدد هم طلاب أجانب من الخارج. تجد من أشهر البرامج الدراسية المختارة من قبل الطلاب الدوليين، الطب، الصحافة، العلوم السياسية، وطبعاً لا ننسى الفن والتصميم، وفي الحقيقة يوجد ما يقارب 50 مؤسسة تعليمية حكومية لدراسة برامج الفن والتصميم. أما بالنسبة للدراسة باللغة الإنكليزية، فسوف تجد ما يزيد عن 1200 برنامج دراسي متاح، ولكن لا تنسى عندها أنه عليك التكفّل بالرسوم الدراسية. وإن كنت تبحث عن دولة مثالية لإجراء مرحلة الدكتوراه، في فرنسا 42% من طلاب الدكتوراه هم طلاب أجانب، حيث يوجد أكثر من 100 ألف مركز بحثي ومقدار الاستثمار في مجال البحث العلمي تجاوز 50 بليون يورو، وعدد الكليات لا تقل عن 265 مؤسسة تعليمية، وأخيراً لن ننسى ذكر المنح الدراسي الكثيرة المقدمة سنوياً سواء من قبل الحكومة أو من قبل الجامعات الفرنسية، وطبعاً إمكانيك الإطلاع على بعضها والمنشورة في الفيديوهات السابقة لنا. الدولة الرابعة هي النرويج، في هذه الدولة الصغيرة، أنت لا تحصل على جودة تعليم عالية فقط، وأنما بالمجان أيضاً. تحظى النرويج على الترتيب بين أفضل 10 دول عالمياً في مجال التعليم الجامعي، وتعتبر من أفضل وأرقى البلدان العالمية للمعيشة فيها، والثاني أعلى البلدان في مؤشر رأس المال البشري، تمتلك البلاد حوالي 22 مؤسسة تعليم حكومية يلتحق بها حوالي 15 ألف طالب أجنبي، والتعليم في هذه المؤسسات مدعوم بشكل كامل من قبل الحكومة، ومتاح بشكل مجاني للأوروبيين والأجانب من خارج أوروبا، بحيث يكون متاح أيضاً لجميع المراحل من باكلوريوس وماستر ودكتوراه، وبعض الشهادات العلمية الأخرى، تصنف بعض الجامعات النرويجية ضمن أفضل مئة جامعة في العالم في العديد من المجالات، وخاصة مجال الهندسة، بالإضافة إلى أن النرويج داخلة بمعاهدة بولونيا، والتي تهدف لجعل التعليم في الدول الأوروبية هو الأفضل في العالم، وهذا يعني أن أي شهادة جامعية من مؤسسات التعليم النرويجية معترفة في جميع أنحاء العالم. من أشهر الجامعات الحكومية في النرويج لدينا جامعة أوسلو في العاصمة النرويجية والتي تحتل المرتبة 135 على مستوى العالم، وهي أكبر الجامعات في النرويج وأقدمها حيث تم تأسيسها في عام 1811، والجامعة حصل على أربعة جوائز نوبل، أما ثانياً تأتي جامعة برجن وتحتل المرتبة 171 على مستوى العالم، وإن كنت ترغب بالدراسة باللغة الإنكليزية فسوف تجد ما لا يقل عن 300 برنامج دراسي متاح ضمن الجامعات الحكومية أو الخاصة. الميزة الرائعة والتي وجدتها مفيدة جداً للطلاب هي أنه في هذه الدولة يمكن للطالب العمل بعدد ساعات مفتوح خلال أيام العطل الرسمية دون أي قيود، مع العلم أنه في أي دولة أوروبية أخرى يمكن للطالب العمل فقط 20 ساعة في الأسبوع. أما أهم الجامعات التي تقدم منح دراسية فهي جامعة أوسلو والجامعة النرويجية لدارة العمال، وأخيراً إن كنت من الأشخاص الذين يفضلون الحياة الهادعة المليئة بالمغامرات والتشويق، فيمكننا القول أن النرويج هو أفضل خيار لك. وأخيراً الدراسة في السويد، تعتبر هذه الدولة هي المنشأ الرئيسي لجائزة نوبل، وذلك تخليداً للعالم السويدي ألفريد نوبل، وهذا يظهر لنا مدى قوة مؤسسات التعليم السويدية بكامل أشكالها. اللغة الرسمية في البلاد هي اللغة السويدية، ولكن معظم السكان يتحدثون اللغة الإنكليزية، وهذا سوف يساعدك كثيراً في حال رغبت بإجراء دراستك باللغة الإنكليزية وخاصة لمرحلة الدكتوراه. تمتلك هذه الدولة حوالي 53 مؤسسة تعليمية حكومية، والتعليم فيما سبق كان مجاني بالكامل لجميع المراحل الدراسية، ولكن مؤخراً تم فرض رسوم دراسية للطلاب الأجانب القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، ولكن قمنا بذكر هذه الدولة ضمن هذه القائمة نظراً لأن التعليم حتى يومنا هذا مجاني بالكامل بالنسبة لمرحلة الدكتوراه. وفي الحقيقة سبب آخر لذكر هذه الدولة هو أنه يوجد عدد هائل من المنح الدراسي المقدمة سنويًا من قبل الجامعات والحكومة السويديية، حيث نجد مثلاً أنه يوجد 25 جامعة تقدم منح دراسي للطلاب الأجانب، وذلك لجميع المراحل من باكلوريوس وماستر والدكتوراه. إن كنت تعتقد أن هذا الفيديو مفيد ويستحق المشاهدة، لا تنسى الإعجاب به ونشره بمشاركته مع أصدقائك.